اشتركوا في القناة كانت قليلة ما كانش فيه خبرة لكن دلوقتي احنا بنفكركم بالفيديو ده الفيديو حصد يعني الحمد لله اركم كويسة جدا من المشاهدات فاحنا هنعيد سياغة الفيديو بطريقة افضل ونقول لكم دلوقتي احنا بنعمل بطريقة ايه احنا كنا استخدمنا في الفيديو السابق اللي هو على في الدجاج ده اللي هو فيديو اسهل وارخص زغاطة ابحث كده وكتب اسهل وارخص زغاطة زغاليل هتلاقي الفيديو ده وهتلاقي العلبة دي كمان اللي احنا مزغاطين فيها بالسيرينجا دي طيب احنا هنبتدي نعمل اه القديم بالطريقة القديمة وبالطريقة الجديدة هنشوف نعمل ازاي طبعا هنبتدي بالطريقة القديمة كنا عملنا ميكيالم اللي هو علف الدجاج ده ها هو العلف علف الدجاج انه هو البادي اه تلاتة وعشرين في المية علف دجاج معروف جدا ها هو هنحط كنا حطينا ميكيال وحطينا عليه اتنين ميكيال مية لكن طبعا احنا هنعدل المرة دي اتضح ان له بعض الاخطاء في بعض الاخطاء بيعمل في ناس اشتكم منه ان هو ممكن يعمل يعني يجمد في حصلة الزغاليل يبقى كده الاتنين ميكيال مية اللي احنا حطناهم قبل كده هو ايه اللي احنا هنختلف معنا ان احنا هنخلي الاتنين دول يبقوا ثلاثة المية يا جماعة هنزود المية بس ما فيش اكتر من كده زائد ان هو ده للتسمين فقط علف الدجاج اللي هو تاتة وعشرين في المية للتسمين فقط في احنا بدل احنا في الصيف هنخلي المية اربعة هنعايزه يبقى خفيف جدا يا جماعة اهو اربعة ميكيال مية وانسيبهم يتخمرهم زي ما قلنا في الفيديو القديم من ربع ساعة لعشرين دقيقة نركضهم على جن ونعمل بالطريقة الجديدة شوف الطريقة الجديدة اللي هي ايه بعد ما جبنا ما وادناش بنعمل بالطريقة القديمة ده وما فيش محتاج اي اضافات يعني فيه كل الاضافات يا جماعة احنا لسه طبعا هنزود الاضافات على اللي هو على في الدجاج ده لسه بلازم يضاف لي اضافات تانية احنا بنضيفها وانا حطينا عليه جورو فيت بلس اللي هسيب لكم صورته دلوقتي جورو فيت بلس لكن هناميكس مش هنحط عليه اي اضافات طيب هناميكس بيستخدم ازاي جماعة هقول لحضرتك ازاي هو المفروض نص معلقة على كوباية مية لكي انا معلقة صغيرة هوت هنعتبر النص معلقة بتاعتها هو اتنين من دي هعتبر ان هم دول النص معلقة يبقى ده ايه كده نص معلقة تلاتة اربعة المهم تخليه خفيف ما تخليه ايه ما تخليهش متماسك قوي خلينا كده نشتغل بالنظر كده ونحط عليه المية اللي احنا محتاجينها هنقلب ونشوف هنقلب ونشوف الزغليل طبعا عارفة يا جماعة عارفة اللي احنا هنعمله فجاية عايزة تاكل بنجهز لها نخلطه جيدا طبعا من غير ايه اضافات ده مش بنضيف عليه ايه اضافات نقلب جيدا حد ما يكون خفيف جدا مش عايزينه سميك دايما اعمل حسابك ان الاعلاف اللي زي كده بتمتص المية فمحتاجة مية كتيرة جماعة ايه الميكس اللي احنا بنعمله ده السؤال ده تسألته قبل كده هو ايه عبارة عن ايه الميكس هو عبارة عن حبوب مطحونة الحبوب اللي هي اللي احنا بنقدمها عموما خلطة الحمام اللي احنا بنقدمها الحبوب الطبيعية اللي احنا بنقدمها مش حبوب يعني ادوية لا حبوب طبيعية يعني اللي هي الفول والدرة والحاجات دي وعدس وهكذا يعني لكن هي السر مع اللي بيصنعها كل واحد بيعمل ميكس من ده جماعة ما بيقولش سره لحد لكن هي حبوب طبيعية ومضف عليها بعض الاضافات اللي هي من الادوية مسلا ان انت ما تحتاجش تضيف عليها ايه اضافات طيب هنبتدي بدا زي ما قلنا علام العلف يتخمر اللي هي دي يا جماعة ديت اسهل وارخص زغطة على يوتيوب واشهر زغطة على يوتيوب دلوقتي اكتب كده اسهل وارخص زغطة على يوتيوب هيظهر لك ده نفتحها ونبتدي نزغط بيها اللي قدامنا من الهناميكس بتاعنا ده اللي هي كانت جالها انتقارات كتير يا جماعة اللي هي اسهل وارخص زغطة دي اللي قل على اه يعني بالراحة على الزغليل اه شوف كده اللي انا كنت بعملها مرة واحدة كده كان يصعب عليها الزغلول لا ما تخافش الزغلول مش بيجراله حاجة نعمل تاني كمان واحد تاني تشوف كده تاني ها تخافش هي من مرة واحدة اهو الزغلول سعيد جدا شبع كالو شبع من مرة واحدة لو عندك مية زغلول هتزغطهم اه فربعة لو عندك مية زغلول مش موباغل يا جماعة حقيقي ده في شوية فانت تراعي ان انت تشوف ايه ده شبعان شوية مش هنديله كتير اهو كمية ليلة وده برضو فيه نزود له بس كمية صغيرة ندس الكمية اهو جماعة ما شاء الله هزغالين اهو يبقى فاضل عندنا هنشوف اللي هي العلف بتاعنا اه هنرجع لكم بعد حوالي ما يتخمر هنستنى حوالي ربع ساعة لعشرين دي ازي ما قلنا ونرجع تاني نكمل الفيديو بعد ما اتخمرت اللي هي خلطة العلف هنضيف عليها اضافة بسيطة كده اللي هو زي ما قلنا جوروفيت بلاس على الكمية دي شاهد حضرتك العلبة تقريبا نقص حاجة بسيطة اه هنضيف عليها نقطتين يعني بالنظر كده حوالي نص سنتي الى سنتي على فكرة جوروفيت بلاس السنتي يقف بنص جنيه جماعة كده الكمية دي كفاية هو غالي لكنه مش غالي حسب النتيجة بتاعته هو مش غالي مفيد جدا ممكن تضيفه على المية اللي بيشرب منها الحمام جماعي سنتي على لتر المية لكن الخلطة اللي انا عاملها بالعلف دي يا جماعة زي ما قلتلكم للتسمين فقط وللزبح يعني للدبح وليس للتربية لو هتربي الحمام ما تتعملش بديه تعملش بالعلف ده تعمل بالهانا ميكس بتاعنا ده ده اللي هو ينفع للتربية وينفع لكل حالي ومش محتاج اي اضافات لكنه مش هيسمن الزغليل هنبدأ نبتدي نجيب مجموعة زغليل غير اللي احنا زغطناهم دول اللي احنا حطينا واحد علف واربع مكيال مية لان احنا في الحر يا جماعة فلازم تزود المية لكن لو في الشتاء حط تلاتة مكيال مية على واحد علف كفاءة اولي احنا بالحط اربعة افضل في الصيف طيب هنبتدي بسم الله بعد مقلبنا كويس جدا وحطينا عليه الجوروفيت بلاس توكل على الله نزغط المجموعة دي بسرعة كده ده شبعان اللي شبعان ناديه على قده اللي فاضي ممكن تديله ده فاضي نعطيه كل الكمية الله ممكن ياخد كمان يعني بس هنبقى الكفاية بعد كده تمر عليهم احنا لوقت مثلا ان الصبح تمر عليهم اخر النهار بالليل او بالليل ان اللي عايز يشرب تسقيه لان ممكن تلاقي اجامل زي كده تبقى تسقيه معنا ده شوف كده ما عادش يمكن غير اتنين فاضل ده يقدر خالص يبقى بكده يكون خلصنا يفعد الواحدة ها كده نكون خلصنا كل المجموعة يبقى كده ده الفيديو اللي هو اشهر زغاطي بزغليل على يوتيوب و لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه مشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته